من كده حلقتنا بفيديو الحقيقة أنه خبر خطوبة كان مفاجأة كبيرة جدا ما تعرفش هما كانوا متفقين من زمان العريس ووالد العروسة وبعد كده أجلوا الإعلان ولا كل شيء جه بسرعة من بعد بطولة الأمم الأفريقية محدش يعرف اللي نعرفه أنه بين ليلة وضحها وفي غفلة من الزمن يتكتب خبر في الأول يتقال أنه هو مش مظبوط إنما بعد شوية عرفنا أنه مظبوط أنه محمود كهربا يخطب بنت عصام الحضر ما كانش في صور كتير ما كانش في فيديوهات كتير يمكن لأنه الموضوع ترتب بسرعة يمكن لأنه هما كانوا متعمدين أن الموضوع يبقى في أطيق نطاق خلينا نعرض فيديوهات أو خلينا نعرض جزء من الخطوبة يعرض لأول مرة مابين شدوى ومحمود كهربا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر محمود كهربا وشدوى عصام الحضر مابروك 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 يا كبتن مابروك مابروك مخطوبين ومكسفين وكده يعني لا لا فيش خطوفة والله مش مكسفين خارج ألف موقع دلوقتي الخبر طلع فجأة جدا والخطوبة حصلت من غير ما حد ما يعرف يعني الناس عرفت يوميها صح ليه بقى كانت ترتيبات السرية دي كابتن كهراء لا لا فيش والله يمكن دي كانت راية فتحة أصلا مش خطوبة لسه خطوبة إيه دا يعني دا أول تصحيح معلومة دي يمكن راية فتحة وخطوبة ورأي من شاء الله يعني انتوز انتخضبتوش لا قوعد عالتار في الكنبة بقى فعلا ومشي عالتار في الكن بس سوش الميديا خطوبة وخطوبة كل دا راية فتحة أنا عرفت إنه النشاد والنهار دا جاي وبنخليتها معاها أهلا بيك أهلا بيك أولا انتو عداء بوجودك طبعا أهلا بيك مش عرفنا وسط كل الناس اللي موجودين بحييهم إنما يعني انت جاي صحوبية ولا كابتن عصام بعتك معاهم زي كده لما اتنين بيخرجوا فيبعدوا حمادا بيخليتها معاها لا 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 خالص خالص لا 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 أنا بحذر طبعا طيب حكولي بقى بجد الموضوع حصل إزاي كابتن ممكن والله بعد بعد طولة أفريقيا طبعا ممكن الفترة الأولية دي كنت أنا رايب من الحضرة جدا على طول في معسكرات تانى هو على طول مع بعض فبعد بطولة أفريقيا همفيه مناسبة فشفت الشدوى فيها فتكلمت بقى مع الحضرة في الموضوع بعدها بالفترة يعني بعد كده مع معاميتها فبس الموضوع بقى مشت درجيا كده لا ده اختصار مش مقبول من الأول ساعة ساعة ما كنت في غرفة خالع الملابس وانتوا في كاس الأمم كنت شفت شدوى أصلا فان في ساعة لا 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 بس انت شفت شدوى قبل البطولة ولا بعد البطولة احنا الوقت خلصنا بطولة أفريقيا بوضوع ورقصته وهيسته خلاص الموضوع بقى بدأ من بعد بطولة أفريقيا بسبوعين كده يعني إنت الحد البطولة مكنت شوفتها أصلا أو تعرفها لا آه بينما انت كنت شوفتيه طبعا كي هو أصلا كان يعني بعيدا عن هو يعني جي وتكلم وكيا بس أنا أصلا كنت أحبب أتفرج عليه يعني كان من اللاعبة كان من كذا واحد بس كان هو أكثرية أنا كنت أحبب أتفرج عليه بس فاا كنت نتفرج عليه وكنت بشجع وكنت ممكن أكون متضايقة لأنه هما بينزلش ممتش بس فبعدين كنت معجبة بيه كلاعب كورة ولا كشب؟ لأ ما كنتش عرفه فكنت معجبة بيه كلاعب كورة يعني ما كنتش عرف عنه أي حاجة حتى بعد ما شفتي رأسته الدولية اللي عملها بالبتاع ده كنت برضه معجبة بيه؟ لأ أصلا مش مش يعني عادي بوا مفرحانين يعني إنه هما كذبه مش أكتر فعادي إنه أنا شفت إنه هو مبسوط فكنت مبسوطة لهم برضه يعني كنت عملة هيس في البيت له عادي بس مصر كلها كان بتهايس يومي ده الشعب كله الشعب كله طيب يا كابتن فأنت بقى بعد البطولة بقى أهو 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 يا جماعة على فكرة الفيديو ده هو اللي واقع شجع ما حدش بتارية الفيديو ده هو اللي داب العروسة هي وقت في دباديبه من الفيديو ده تحديداً بسبب البنطلون هاة 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 عادي عادي تفكرنا بالفيديو ده كده يعني الفيديو الشهير ده انت اللي بنزله ولا حد نزلهله لا يعني أنا اللي نزلته لا يعني كان مع منتخب العلمبي ما كنا مع بعض دينا كده في القودة فكنا زهقانين انا وزمالي فعملنا كنا عملني يعني نمسح حاجة كتير ونعمل حاجة كتير فاجيب بقى الفيديو ده كده جاي حلو فقلت هنزله خلاص بس فنزل بقى انتشر كابتن الحضر يقالي انت اي حاجة بتنزلها ويعني حياتك كلها اول بول على السوشيال ميديا اه على السناب شات على السناب شات على طول كده قلت لي بقى بعض البطولة باسبوعين تقريبا كانت ايه المناسبة كان عاشا كابتن الحضر يعزمك عندهم في البيت لا كان برا احنا كنا عزيني تعاش عادي فاصلا هو بابا الاول كان عزيني تعاش فماما عايت لهم تعالون وروح معايا بس سفر بسنا وروحنا وقعدنا فاتكلمت مع انا واتكلمت معاي يعني في الاول بس كنا بنتكلم عادي يعني بس بعدين جي بقى متكلم مع ماما وبابا مكنتش عارف اي حاجة يعني هو ما فاتحكيش في الموضوع قبل ما يكفح لأ كنا بنتكلم يعني كنا بنتكلم مع بعض وان هو هيروحي يعني هيروحي يتكلم مع بابا وماما بس فجي تكلم معاهم بقى بس دل حاصة ده بحكيلي عند رهبة الموقف بقى يعني يعني لا يمكن مفيش رهبة ولا حاجة يمكن انا كنت يعني بعد العاشة ده ممكن انا كنت معجب بيها وعا كده رحت تتكلم من اول عشوة كده على طول يا كهرباء؟ لا انا من فترة كان يعني مش لازم نتكلم على فكرة دول ما بيقولوش الحقيقة على فكرة الجوز دول ما بيقولوش الحقيقة بصوا اينا نرجع من الاول احنا تكون حالة من الاول خالص انا بحكي والله اعزيم حوالي هو انا عصاب الحضري هتضحك علي لا والله لا 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 ده ما انا لا لا تحكوا من الاول وبزمة وامانة قال لك لو كنتش شفتها قبل البطولة ده تلاقيه في البطولة كان عمال يتقرب من الحضري وعمال يغنيلو يا حضري عشان يتقدم لبنته ورونا البديو ده يويها حضري يويها حضري يويها حضري اللي يجي البرنامج ده يقول الحقيقة انا صريح والله والله انا صريح في كل كلامي والله محبش هلف في ودور خالص انا اصلا في المعسكر كنت على طول لعد في الهضة ما بطلعش منها على طول على طول حضر بقى يقعد يعد علينا يقعد معايا بالليل شوية وبس فكناه بقى نهزر انا هو فساعتا كنت مقرب منه قوي فبعدي كده يعني بجد لما جينا من بعد بطولة افريكيا فكان هو قلت عني تعاشي على طول هو بيقعد في سيخ ماشوي اللي في العجوزة فقالطوله خالص انا جاي لك كان بالليل فروحت عدت معا مش عارف فانساعتا بقى كان شدوى يعني انت خدت اول مرة تشوف شدوى تمام ولا كنت شفت صورة شدوى لا شايف الصور طبعا شايف الصور من فترة بس اول مرة يشوفني دايك يعني كنت رايح اللي عشا وانت عندك اي تمهيد لا لا عادي لا لا عادي والله انا كنت رايح عشان الحضري والله مرحنة ما كانت مفاجأة والله هالعزيم جلس صورة انت مطرفوش الكنبة دي فيها سر اللي بيقعد عليها بتقس ونورجوا لحاجة ما يلونها حالة ما علينا ما علينا انت روحت بسلامة نية والعشوة اخدت ايه ساعتين تلاتة مثلا اه مع كده ها كنت مسافر السعادية بعدها على طول تاني يوم مع كده جيت اخدت تليفونها بقى مش على طول كده بالراحة انا فكرة انا اتكلمت الاول انت ايه اتكلمت مع الحضري الاول في الموضوع والله اه وبعد كده انا اتكلمت انا شدوى وبعد كده يعني قبل ما اتكلم شدوى اتكلمت يا سام الحضري اه اه وما كنتش بها متردد يعني يا عمي ولا يا عمي ما هو زميلك المتحدة الحضري يعني هو بتعامل معايا كأخ كأه يعني زي اخيها بالزبط اه حتى في المعسكرات التامية ايوة كان ممكن تتوقع يعني كان ممكن بصورة يرفض يقولك البنت صغيرة يحصل حرج لا لا هو على طول اصلا would قال انا هكلم طب معا ماماة شدوى شوف شدوى وكلام كله بس ايوة كان بايني الزهول في صوته استغرب اي حاجة لا اوه مش استغرب لاني كان لما ساعت واحنا عدين على العشاء كان يعني يعني يمكن في كان فيه زر شوية كان فيه قبول شوية يعني كان انا شدوه وشاهندة. يعني احنا كنت انا يمكن لكينا عارفهم من زمان. بعد كده بقى قربنا من بعد اكتر. بعد كده كنا انت مع صاصة متشادوة. بعد كده الموضوع بقى مش تدريجين كده. يعني اللي خلص الموضوع هي صابرين. لا والحضرين برضا. انا اللي كنت عارفه هو تكلم مع بابا عادي. ما عرفش ايه اللي تقالي. يعني ماما تكلالتلك؟ او ماما جاءت قالتلي قالتلي من الكهرباء. عايز يعني عايز يتقدم. فأنا بس يعني قلتلها انا عمتا اصلا يعني كنت معجبة بيه من زمان يعني. فكنت عاقب فما كنت بحب بشوفه يعني. بس فالموضوع جاي فقلتلي خلص نتكلم مع بعض نعرف بعض. وبعدين يحصل حاجة يعني. بس ايتي انتي موافقة فقلتلها او موافقة. على طول خلصتي. خلصت بس هو كان من زمان فالفرصة جت يعني فحادش هادايا فرصة دي. يا منتو بتدليش كده؟ اللي محطنيش هادايا على الفرصة. على فكرة اخدت وقت كتير جدا انت فكر يا كابتر تهربة. وعارف. وضلطوا عليها على فكرة عشان توقفت. كنت حظ. ايوة ايوة. لأ اتكلمنا مع بعض وتعرفت انا هو على بعض وكده. جت سفريت السعودية احنا كنا مسافرين نعمل عمرة. انا وبابا وماما واختي. لا يمكن هما جم كانوا اعملوا عمرة فهما كانوا يعني قربين مني. كان هما في مكة وانا في جدة فقعدوا بتاع 3 يام فانا كنت معهم ايه. مين اللي قال خلي الموضوع يعني ما نتكلمش فيه دلوقتي لحد ما نعمل خطوبة. انا الخبر نزل يوم الخطوبة صح؟ هو نزل بالليل لا احنا ممكن احنا قفلنا على كل حاجة برضو من قبلها يعني. كان فيه بعض الكلام طبعا عشان يكون الفترة دي كنا مع بعض على طول يعني. لما نستقربين يعني ان احنا وكغربوا مع بعض فدي بالنسبة لهم حاجة غريبة يعني. اللي هو يعني فجأة قربنا من بعض. فلهو بس وما ساعتوا استقربوا. فساعتا يعني اللي انا كنت بنزل على طول اجازات فبا معهم. فانا عملا يعني كنت انا والحضري وسابرين قاعدين نقفل على الموضوع. نقفل على الموضوع. عشان يعني استعينوا على قضاء حوائقكم بالكتمان ولا عشان. عكيد ده زي بص يا ولها حاجة ممكن انت عارفة كل حاجة ممكن تبوس في ثانية. فاحنا عملناها مرة يعني ما فجأة. كمان احنا اوصل يعني عملنا يعني راية فتحة اوصلنا عالية جدا. بس. سمعتوا التعليقات بقى اللي جنزلت السوشال ميديا اتمال التعليقات على موضوع خطويتكم. كان اهم حدث يعني. اهو قالك النهاردة خطوبة كهربا ومنت الحضري. المنتخب بقى يكون في واحد وحماء. دي هو المرة تحصل في التاريخ. وكمان في واحد واخه امراته ده ما بقاش منتخب يا جدعان. ده بقى منتدى فتاكة. لا في قمانة تاني كده اللي هوا فتاهم. طب تاري الكهربا لو بالعب الدم الحضري بقى لو جف جن. او اي او او اي او ولا تشجع مين فيهم. بالضبط تخيل اول خنية بين كهربا ومنت الحضري. انت ازاي تجيب جن فبابا. انا لا يمكن تقضي إنسان. في صورة لسه كنت منزلها من اان واحضر. اي ات ser one. من يومين؟ ها ايه؟ لكن كان برضو الناس برضو عدنين شايروه السورة سابوا سورتنا انا وشايدوه عملينا بوبيب ولا صاحبي لايه السورة احنا ورا العربية عند عمنا بفلاتها بفلات على الارض عند مانداش اللي بيفوز الكهرادة يسدد يا ولد يا ولد يا معلم يا معلم يا معلم السلام قولوا بقى قولوا بقى كنت عارف عنه اي حاجة كنت تحبت تمرين الكرة كنت بحبقها افا جو مش اجيبتك اجوان تاني خلاص احضر انت ركبت العربية البنت لي ولا لا يبقى بسقطع كبير لا 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 الفهراب هو لابس اللبس السعودي والله مدى السورة المسألة دي ما مسلتش مشكلة للشدوى انا معايا كوف دهرك واماناش حد حاجة كتير بقى كبير